كما قال عثمان والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كتاب ربنا أهو عثمان ده رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من حب للقرآن تخيلوا يقول أحدهم كان يدعى عبد الرحمن قال بين أنا أطوف ببيت الله الحرام وأنا بطوف ببيت الله الحرام قلت لأصلينا الليلة خلف مقام إبراهيم أنا النهاردة بقى أروح أصلي بقى إيه خلف مقام إبراهيم كده التماسا للخيرات والبركات قال فلما ذهبت إذا برجلي قد سبقني إليه ثم استفتح صلاته الله أكبر بدأ بالفاتحة بدأ بالفاتحة ثم استفتح بعد ذلك بألف لا ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه استفتح البقرة يعني استفتح البقرة يعني وسبحان الله بيقول خلاص أنا قلت أكمل طوف كده لحد ما يخلص فطفت سبعا ثم طفت سبعا ثم طفت سبعا وراجل لا يزال يعني واقف في مكانه يقرأ القرآن ويصلي قال فنظرت فإذا هو عثمان فوالله ما أنهى صلاته إلا بعد أن ختم كتاب الله عز وجل كاملا ختم القرآن ختم القرآن كله في ركعة واحدة ختم القرآن كله في ركعة واحدة وزوجت نائلة لما هجم الخوارج على بيت عثمان قالت لهم تقتلوه أو لا تقتلوه فوالله لقد كان يقوم بالقرآن كله في ليلته هذا لا يضره درجل من أهل القرآن هذا رجل من أهل القرآن هذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم في زمننا هذا كم من الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله حفظين كتاب الله عز وجل يعني يقرؤون كتاب الله عز وجل بالليل والنهار لا يفارق أبدا القرآن ألسنت القرآن ألسنتهم هم دايما ما شاء الله لا قوة بالله عيشين مع القرآن شيخنا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله رحمة عليه رحمة وسعه كان لما بنروح له علشان نقرأ عليه بعد الفجز هو قاعد لإقراء الناس رغم أن الشيخ كان بصيرا بقلبه كان بصيرا بقلبه وحرمه الله عز وجل من البصر بعينه إلا أنه كان من بعد الفجز يفضل لحد الساعة 8-9 بالليل يقرأ الناس وسبحان الله لا يتوقف أبدا عن مجالس الإقراء قاعد ليل نهار يقرأ الناس ليل نهار يقرأ القرآن وسبحان الله ما كان يمل ولا يكل أبدا من إقراء الناس وتعليم الناس سبحان الله يأتي هذا فيقرأ في متن الجزرية فيصوب له ويأتي هذا فيقرأ في الشاطبية فيصوب له ويأتي هذا فيقرأ عليه القرآن فيصوب له قاعد ليل نهار لكتاب الله لكتاب الله سبحانه وتعالى ما شاء الله لك وتفالله شيخنا المبارك الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه